مرحبا بكم جددا مشاهدينا الكيرام وللحديث أكثر حول الموضوع أسعد وإياكم باستضافة الدكتور جلو سلام الخبر الاقتصادي سي جلو مرحبا بك أهلا بك وأهلا بمشاهديكم على هذه القناة الطيبة كما أسعد وإياكم مشاهدينا باستضافة السيد سيف الدين قد الصحفي والمحلل السياسي سيف الدين مرحبا بك شكرا جزيلا على الاستضافة تحية خاصة للمشاهدين بداية لو نبدأ من الشق السياسي من موضوعنا اليوم سيف الدين قد لماذا نبدأ معك بعدما اكتر عليه الحديث تعديل الوزاري أقرأه رئيس الجمهورية من الخامس المصالم تشكيلة جديدة أسماء جديدة ربما أيضا تغيير في بعض خليني نقول من جانب السياسي هل هذا الوقت كان مهم أنه نمشي إلى تغيير حكومي وواضح جدا أنه سيد رئيس الجمهورية بعد قراءة متأنية للوضع السياسي العام في البلاد واستمزاج الرأي العام الجزائري أدرك تماما بأنه يجب الاستجابة للامتعاض الشعب خاصة في بعض القطاعات الاقتصادية التي رفض فيها الجزائريون هذا التماطل وهذا التأخر في تسيرها وبالتالي قد تكلم في لقائه الدوري مع صحفيين الجزائريين وسائل الإعلام الجزائرية عن أنه غاضب وأنه يرفض بعض الممارسات الحماية وبعض التسير الخاطئ وبعض التصرفات التي لا تموت تماما بتوجهاته واستراتيجيته لبناء الجزائر الجديدة خاصة في الجوانب البيروقراطية وبالتالي هناك التوجه لإعطاء نفس جديد لتطوير التوجه الحكومي لاستجابة القصوى للمطالب المجتمعية المطروحة خاصة في تموين السوق الوطنية في الاستجابة لمتطلبات المواطنين وفي تحقيق الرقمنة لأنه رئيس الجمهورية تكلم بأنه يجب أن يتم الامتثال بالسرعة القصوى لتوجهاته في مجالس الوزراء هناك وزراء تقاعسوا هناك مشاريع ربما طويلة الأمد كان يمكن تنفيذها ربما في أقل مدة من بينها السكة الحديدية وجرأ إزاحة وزير النقل ربما لهذا الشأن وبالتالي السلطات العلية أدركت تماما بأنه يجب أن يحدث التحول وحدث في هذه الأيام واضح سيسي في الدين دكتور أجلو سلامها ربما أكيد الدوافع الاقتصادية خلينا نقول حتى المعيشية كانت أكثر من الدوافع السياسية لإجراء هذا التغيير الحكومي تضخم يعني بقرابة رقمين ولو أنه هناك تحجج من الحكومة بأنه تضخم ويصيب يعني مختلف حتى الاقتصادات الكبرى دينار يأبى أنه يستعيد شيء من بريقه غلاء المعيشة كلها حتمت بتعجيل هذا التغيير والله التغيير لو وضعنا أنفسنا شهر قبل حدوث التغيير لا رأيناه قادما بسرعة نعم إشكالية اقتصادية بامتياز هناك من وجهة نظري وهذا لا يمثل إلا وجهة نظر خاصة إذا غادر ثلث تاقم الحكومي وزارته فهذا يعني أن هناك إشكال بما أن التغيير مثل القطاع الاقتصادي بامتياز فالإشكال يعني هو إشكالية اقتصادية بامتياز هناك قراءتين قراءة لأفراد أو وجهات أو أشخاص حتى لا أسميهم لم يستطعوا أن يضعوا أرجلهم على أكسلغاتور نعم وهناك أفراد عكس من ذلك وضعوا أرجلهم على المكابح نعم لديك قراءة من المكابحة هناك قراءة من المكابحة هناك قراءة من المكابحة لذلك لا يجب أن نذهب للخطوة يجب أن يكون uno ترنش هناك قراءة من المكابحة والسلطة العمومية السلطة العمومية طبعا أننا في منظوري هي الممثلة بالرؤساء ثلاث رئاسة الجمهورية رئاسة البرلمان ورئاسة مجلس الأمم ما عدد ذلك فالبقية كلهم موظفين إذن بالتالي السلطة العمومية كقرات في ما بينها عدم ريضا شارع على بعض الشخصيات تؤثر في يوميات المواطن مباشرة عدم ريضا ممثلين الشعب اللي هما في البرلمان واللي هي السلطة العمومية الفعلية وعد ريضا حتى رئاسة الجمهورية وشفنا سيد الرئيس الجمهورية من جاو قال لذلك كنا منتظرين حتما تغيير في الجزء الاقتصادي من الحكومة حتى لا أقول أكثر من ذلك واضح دكتور سيسيف الدين ربما التعديل الحكومي خلى الحكومة اليوم مزيج بين التكنقراطيين وسياسيين هل هذه التوليفة المناسبة في الوقت الحالي بعدما جربنا يعني عادة في السياسة نحن نقوله وقت الأزامات نلجأ إلى التكنقراط هم الحل ولكن اليوم ربما الظروف الداخلية تخليه يكون مزيج أستاذ دعنا نلاحظ أن أغلب الوزراء الذين تم تغييرهم هما وزراء القطاعات الاقتصادية وأغلبهم على ما أعتقدهم تكنقراط لما نلاحظ مثلا وزير المالية الجديد عبد العزيز الفايد فهو مدير الميزانية في وزارة المالية وهو العلبة السوداء بالنسبة لقطاع المالية ويدرك تماما التوازنات الداخلية ويشرف تماما على الزيادات العمومية التي وجه إليها السيد رئيس الجمهورية وبالتالي هؤلاء الوزراء الآن يدركون التوازنات الداخلية بالنسبة للوضع الاقتصادي لما نشاهد مثلا وزير التجارة طيب زيتوني كان في صافاكس في قصر المعارض ويدرك تماما من خلال العارضين ومن خلال الحركة الاقتصادية مشاكل القطاع التجارة ويلاحظ تماما كرجل سياسي لديه في واجهته الشخصية كواجهة سياسية وواجهة اقتصادية تجارية يدرك تماما المشكلات الحاصلة في قطاع التجارة نفس الشيء بالنسبة لقطاع العمل وتشغيل الوزير الجديد الذي عين لهذا القطاع هو ابن القطاع في حد ذاته وجاء من صندوق ضمن الاجتماعي وهو نجح في انقاذ صندوقين صندوق الكاسنوس والكناص ووجوده الآن على مستوى الوزارة هو لتعزيز وتطوير القطاع بشكل أكبر وبالتالي هناك رؤية أكثر تكنقراطية منها سياسية وطبعا هناك محاولة للدفع والتنفيذ الإصلاحات التي تعهد بها السيد رئيس الجمهورية في تعهداتي الأربعة خمسين في تقريبا في أكثر من عام ونصف مقبلة لنهاية العهد الرئاسية والاستجابة لتطلعات الشعب الجزائري وتحقيق أكبر قدر ممكن من هذه الالتزامات والسير بالسرعة القصوى لإحداث هذه الإصلاحات المنشودة نعم دكتور جل سلامة تكلمت قبل قليل أنه تغير مستولة الحكومة وبالتالي يطرح أو شيء فرضية التناسق اليوم بين تركيبة البشرية تطرح نفسها كمتغير جديد اليوم هذا التولة الجديد أمام الأولويات تناسق وتنغم بين الطاقم الحكومي حتى لا يقع كنا نشوفه في كثير من الأحيان أن كل وزارة تأخذ قرار ولا تستشير وزارة أخرى من بعد في التنفيذ لما ينزل القرار إلى التنفيذ يكون هناك بلوكاج يعني خليني نقول إمينو سؤال في الصاميم سأجيبك ولكن فقط أريد أن أعاقب على كلام أخي سيف الدين من مقرؤية تعيين الوزراء يتم على ثلاث مؤشرات التعيين يكون عن أداء الولاء عن أداء تقنقراطي متميز خاص أو عن أداء ثقل سياسي بهذه المعطايات الثلاث يمكننا نقرأ أي شخصية لماذا عينت هذا نغلق القوس هنا وأعود إلى الشق الاقتصادي الإشكالية التي طرحت في منظوري الخاص وعلى مسؤوليتي وليست مسؤولية قناتكم المحترمة أن التركيبة الحالية للحكومة هي تركيبة موسعة كثيرا ربما كنا نحن ننتظر أن تحصل الحكومة مقلصة حتى تكون أكثر فاعلية سيغين فيزيات روزيطاش هناك وزراء دولة ذوي الثقل السياسي ومبعد يجيهم وزراء تقنيين تقنقراطيين لهم الهيبة والثقل العلمي والتقني ويأتوا من وراءهم وزارات مخفية إلى أن هذه وزارات شبه قائمة بحد ذاتها توكل إلى كتاب الدولة نستطيع أن نستطيع كتاب الدولة حتى يستعدوا في الملفات ويستعدوا حتى في يعني هي أنفسهم للمناصب القادمة أنا كنت أود أن تكون الحكومة الجزائرية على هذا التركيبة الثلاثية نستطيع أن تقول تخوزيطاش ولا ملتي إطاجي وليس بدفعة واحدة كما نحن نرى اليوم وشفنا أن الأداء في 30 أو 40 وزير في طاقم حكومي ضاع منه التنسيق وأصبح الثقيلة الديناميكية وبالتالي كان على السلطة العمومية مرة في مرة أنها تلجأ لإعادة التوازن داخل الطاقم الحكومي وبالتالي تركيبة الحكومة في أصل ذاتها أصبح الثقيلة على المسير يعني هناك توجه عالمي لدمج الوزارات اليوم حتى يشوفوا في القوى الخبراء يعني الفيزيون بينهم أصبح الثقيلة يشوف الثقيلة يشوف الثقيلة يشوف الثقيلة يشوف الثقيلة يشوف الثقيلة تحسين أن يتفكين مثلا كان من الأحسن وزارة اقتصاد قوية وزارة مالية قوية كان تقليص كامل وزارات الصناعة وما شابه يعني يدخل فيهم جران بورتفاي كنغوحنا وزارات سيادية ما نحكيوش عليها رام بينين لكن وزارات تقنقراطية كان من الأفضل إدماجها في وزارات كبراء ثنين أو ثلاث وزارات كبراء قوية وهي تصنع التناسق داخلها لا تضطر بذلك السلطة العمومية التي يتمثل الشعب حدثان للتدخل في إعادة التوازن في الحكومة أنا من رأيي توسيع الطاقم الحكومي إلى هذه الدرجة خيعت عليه فرصة التنسيق يعني أتقل جسم الدولة بالأجهزة الإدارية بيورقراطية خلينا نقول ميقوسين شوف لا بيورقراطية ني بون ني موفيزة c'est un mode de gestion كنت أبس حتى دواء كنت شربوا بزيادة تقنقر لا بيورقراطية نحن الآن 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 ومتنساش بلإعدنا هناك موروس قديم اللي جا كما قالوا في 62 ندوكولش سوف ما ينافي سيادة فهنام نحن الآن هذه المدرسة النابولونية الفرنسية حتى لأخول الكلونية هناك المدرسة الانغلاسаксونية لا المدرسة الانغلاسаксونية تمشي avec moins de contrainte plus de liberté المدرسة الفرنسية هي اللي نتعنا c'est plus de contrainte وموين de liberté تشوف الاقتصاد انتعنا احنا عاد مدرناش حاجان نزرب ونخلنو بلع بلع قلن نقل نكاري ومبعد نصور ترو بو اوكي متنا ونا تو كاري قالي ون نافانس با نافانس با تشوف الستارت انا خوفون التقنية هادا الاسرع لي بزاف في نام تطهند لتوفي قل قطاع حساس يعني انا غفظتني والله دموع في عين يكن تفكروا قطاع تكنولوجية الدرون من كنا رح نبدأ فيه زربوا جماعة قفلوا علينا بلاتكس هم على لكادنا ايسي فيني امتو نتخذ دخاتي نتخذ تكنولوجي نفس الشي اردو لك موش قاعدين تدرو مترخوا تزربوا على المدرسة الفرنسية تقنوا اشي خليوا التجربة توقع خليوا المدرسة الانغلوس ساكسونية موض موض وضح سيف الدين قداش ربما لنشوف من ابرز معالم التغيير الحكومي الجديد نقول وزارات كانت تكلم لها دكتور جلوس قطاعات سيادية نبدأ نخص بالذكر قطاع الخارجية اليوم صفحة رمضان العمام رطويت اليوم وزير جديد خلينا نقول قدوم سيعطاف على رأس الخارجية الجزائرية يأتي بالتزامن في حرب استقطاب عالمية اليوم يعيشها العالم بفضل خلينا نقول جراء الحرب الروسية الاوكرانية وصيرا على الاقطاب من بين الاولويات ايضا من بل التاركة والارت اللي سيكون ليه هو تسير هذا الملف واعتقد بانه التغيير الذي حدث في وزارة الخارجية جاء عدة مناطق خاصة في منطقة الساحل وافريقيا وهي العمق الطبيعي الجيو بوليتيكي للجزائر ولما نتكلم عن الملف الاوكراني هو ملف جد معقد وفيه اطراف دولية كثيرة وحاولت العديد من القوى ربما التوسط فيه لمحاولة حالة هذا الملف ولكنه من الصعب بمكان لانه مرتبط بالاساس بمجموعة من المحددات التي تتحكم فيه مرتبطة بتنازل طرف او سيطر الطرف اخر او ربما الوصول الى تسوية ودية وبالتالي انا اعتقد بانه هذا الملف جد معقد ولكن هذا لا يمنع ان تتوسط الجزائر وغيرها لمحاولة دفع الملف بشكل ايجابي ريثما ربما الوصول الى مجموعة من التوازنات سنتابع مؤخرا بانه الرئيس الصيني تشي جي بينغ قاد ذاهب الى الصين عفوا الى موسكو في 22 مارس المقبل في زيارة الدولة تحمل كثير من الرمزية والكثير من المعطيات الجديدة خاصة مع زيارة نانسي بيلوسي مؤخرا الى طيبه الصينية كما تصفها الصين او طيوان كما يصفها الاعلام العالمي وبالتالي هناك تحولات ورمزية لهذه المعطيات ندمح طبعا للدبلوماسية الجزائرية التي نجحت في العديد من الملفات الكبرى وحلحلت الكثير من القضايا ان تبدو القصارى جهدها طبعا بحكم العلاقة الطيبة التي تجمح الجزائر مع كل من روسيا واوكرانيا للوصول الى حل وسط لهذه القضية يرضي جميع الاطراف خاصة وان المنطقة الان تشتعل مع تزويد السلوفاكيا وبولندا لاوكرانيا بالطائرات اف 16 وهناك الكثير من الحجد العسكري في المنطقة والقوى الدولية الان تسير الى اكثر من من الوضع الحالي تذهب الى مخاطر كبرى مع تهديد روسيا سابقا باستعمال السلاح النووي وبالتالي المنطقة تغلي نتمنى الافضل وننتمنى للدبلوماسية الجزائرية ان تحقق الارقى والاجمل ربما دكتور جلول سلامة في هذا السياق دائما وعطفنا على كلام سيف الدين قداش في ضل هذه الحرب الاستقطاب العالمية اكيد انه ملف الطاقة اصبح اليوم ملف سياسي امني اكثر منه اقتصادي والجزائر اليوم هي تعتبر ممون امن كما يحلو للأوروبيين ان يسميها هذا من بين الملفات ايضا الي يجب ان يسيرها وزير الخارجية الجزائر سيعطاف بمرونة هو موضوع تقني هناك عقود مع اوروبا هو في الاصل موضوع جيو اقتصادي اكثر منه ديبلوماسي جيو اقتصادي سي لكن الطريف في الامر كنت اود ان اقولك قبل ان ادخل الى استوديو بساعة كنت اقرأ كتاب بالفرنسي كمان سفر دزامي كيف نصنع اصدقاء يظهر لي ان اختيار بالنسبة الاختيار الذي وقع بالنسبة لوزارة الخارجية انا من مقرؤي قرأة على الثقل السياسي للفرط بذاته اذا الثقل السياسي للسيد عمامر يصنع نوع من الدبلوماسية والثقل السياسي للسيد الوزير الجديد عطاف معروف يصنع توجه جديد للدبلوماسية الجزائرية وهنا اركز انه حان وقت الدبلوماسية الاقتصادية اظن انا سيد عطاف جاء لهذا الوقت وهذا الظرف لانه ليس افضل او اقل شأن سيد العمامر نحن نحب ونكون لها كثير من الاحترام اذا هناك شخص المرحلة فقط المرحلة الحالية مرحلة صناعة او المشاركة في صناعة توازن جيو اقتصادي جديد سيغير من معطل العالم انا كنت كثيرا في بداية الحرب او العمالية الخاصة الروسية في اوكرانيا كنت كثيرا ما اقول ان الوطن العربي سيكون هو من سيصنع نزوح الكفة لطرف على الاخر سواء قطب الاورو السياوي ومن ورائه البريكس او القطب الغربي ومن ورائه الولايات المتحدة واليابان وكوريا اذا الوطن العربي اذا قلت الوطن العربي فهو المحور الثلاثي اصلا يعني حتى لن نكون واضحين هو المحور الرياض القاهرة الجزائر هذا المحور هو الذي سيؤثر كثيرا في صناعة القطبية الجديدة ونحن رأينا مؤخرا كيف ان التقارب الايراني السعودي حصل بوساطة صينية وغير جيو اقتصاد التوازن جيو اقتصادي كليا في الشرق الاوصل فقط بمجرد انه صنع الحادثة اذا السعودية الجزائر ومعهم مصر بثقالها العددي وبثقالها الجغرافي سيصنعون تغير القادم في القطبية العالمية وضح دويو في الكلام مضطر انه ناخد فاصل ثم نواصل الحديث مشاهدين الفاصل قصير ثم نواصل ابقوا معنا مرحبا بكم مشاهدين في الجزء الثاني من حصة شارع سياسة لأن اليوم حديث حول التعديل الحكومي الذي قرأ ورئيس الجمهورية وأهم الرهانات والتحديات التي تنتظر الحكومة الجديدة ضيوف الكرام كنت وقفنا عند قضية مهمة وهي خلينا نقول مأهب رسط التحديات لتواجه وزير الخارجي الجديد عفوا سيعة طاف سيسي في الدين لو نرجع لك كنت وقفنا قبل الفاصل مع الدكتور جل سلام حول قضية دبلوماسية الاقتصادية اليوم ودورها خلينا نقول في اكتساح التكتلات الاقليمية بالنسبة للجزائر اليوم هو توجه جديد أيضا شفناه مع بعض الاقتصاد وقانون الاستثمار الجديد أن الجزائر عليها أن تستغل بعدها الاقتصادي خلينا نقول وتعيد تحت المكان لها اقليميا تحدث على القرار الافريقية كأولوية وأيضا دورها مثلا في قضية كنا تحدثنا حول الاستقطاب العالمي ودورها أيضا في طريق الحارير الصيني وتوسع التركي في افريقيا ماذا ينتظرون وينتظرون الكثير اللي نعمله خاصة جلب الاستثمارات الضخمة للداخل الجزائري وانعاش الصناعة الوطنية والإنتاج الوطني الداخلي لبناء اقتصاد مثمر ومنتش اليوم الجزائري تملك قدرات طاقية ضخمة وهذه القدرات الطاقية تذهب كمواد خام للخارج وبالتالي اليوم ما نوط بوزارة الخارجية وبالقطعات الاقتصادية ككل أن تتكتل لجذب الاستثمارات كما فعلت فيتنام كما فعلت الصين كما فعلت سنغافورة كما فعلت العديد من الدول بينها تركيا التي تسعى الآن وتذهب يمينا ويسرة لجلب الاستثمارات الخارجية من مثلا الإمارات العربية ضخت في 2021 عشر بليار دولار السعودية مؤخرا خمسة مليار دولار وبالتالي يجب أن تعمل الدبلوماسية الجزائرية على بناء استقطاب اقتصادي استقطاب استثماري في الجزائر جذب الاستثمارات الخارجية دول الكبرى الآن الولايات المتحدة الأمريكية الصين اليابان أيضا ألمانيا هي دول صناعية والصناعة التي تخلق القيمة المضافة للاقتصاد هذه دول مصدرة والتي تجذب العملة الصعبة وبالتالي يجب أن نعمل اندوليسيا مثلا لما تقدمت ورتفع نتج والإجمال إلى 1.2 تريليون دولار 1200 مليار دولار مع عبد الرحمن حبيبي الذي أقام أو هو رجل تكنقراط قام بإصلاحات كبيرة في البلاد تقدم أو ربما نهض الاقتصاد الاندوليسي وقدم القيمة المضافة بالصناعة منذ 97 تقلدي السلطة وهي تقريبا شغل السلطة مدة قصيرة أيضا يجب أن نهتم بجلب الاستثمارات الفلاحية المعتبرة لما نلاحظ دولة مثل هولندا مثلا ناتج والقوم الإجمالي يصل إلى 900 مليار دولار أمريكي تشكل فلاحة وحدها 100 مليار دولار أكثر من 100 مليار دولار أمريكي مع مساحة 44 ألف كريمت مربع 17 ألف منها هي صالحة للزراع 11 منها غابات هذا البلد يصدر أكثر من 100 مليار دولار يعني مداخل الجزائر من المحروقات طيلة هذا العام عام 2022 العام الماضي هي 50 أكثر من 50 مليار دولار أمريكي وبالتالي اليوم يجب أن نراهن على ضخامة الأرض أو كبر لمساحة الجزائر لبناء إنتاج زراعي حقيقي لتطوير الصناعة الوطنية لجذب استثمارات خارجية والبحث عن ربما عن دبلوماسية الوسط عدم الدخول في الاستقطابات والصراعات الدولية رئيس الجمهورية تتكلم بأن العدو الوحيد له في الداخل وفي الخارج والتنمية وبالتالي الجزائر اليوم بحاجة إلى أن تكون دولة ذكاء استراتيجي بحيث أنها تجلب الاستثمارات الضخمة اليوم هناك صراع دولي على الذكاء الاستناعي والطاقات المتجددة هناك صراع على الرقائق تشيبس أو لسيمي كوندكتور وبالتالي نحن اليوم بحاجة إلى تطوير قدراتنا الاستراتيجية لنصبح الدولة الأهم في إفريقيا كما تمثله مساحتنا الدولة الاستراتيجية بحكم موقعنا الاستراتيجي في شمال إفريقيا ونحن حلقة ربط بين إفريقيا وبين أوروبا وبين آسيا وبالتالي يجب أن نلعب على هذه الأوطار الجزائر اليوم بحاجة وثنين وثنين لتحقيق الاستقلال الاقتصادي لا نبقى رهين للإسترات لا نبقى رهين للطاقة الغير متجددة لا نبقى رهين للمشاكل المتعددة التي تعيق الاقتصاد الوطني من بينها البيرقراطية والفساد وغيرها وضح سيسي في الدين قداشت دكتور جلو سنما ربما في هذه القضية بدأت اليوم الحرب ليعيشها العالم أكيد أن هناك حرب عسكرية وحروب في هذه السياق ولكن أيضا هناك حرب هي ماذا تصنع وماذا تصدر حتى تعيش واش تدخل دراهم باش تقدر تعيش بالمختصر المفيد ربما جميل أن نتحده اليوم على الدبنوماسية الاقتصادية ولكن قبل هذا لازم نتحده على المنتج البرودوي اليوم الجزائر عليها أن تنتج كما قال السيسي في الدين باش على الأقل نفرض وروحنا في الخارج شوف الحصة شارع السياسة يجب أن نكون قاربين من الشارع لنعرف نبض الشارع حتى نصنع أفكار سياسية وبالتالي يمكن بلورتها في منظومة فكرية اقتصادية إذن أنا شخصيا كنت منذ أسبوع كذا في مواجهة الطلاب في جامعة باتنا وكان موضوع حديثنا كيفية إنزال تكاليف الإنتاج في الجزائر نو صوم موضي الشيء نماتير دو كو دو بروديكشن نماترس 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 بعدين وش كنت قلت للطلاب يقلت لهم عندكم طريقتين باش تتحكموا في الأسعار يا تثبتوا أسعار البيع وتنزلوا التكاليف يا تزيدوا في أسعار البيع وترفعوا التكاليف الفشل اللي انتعنا موش في الأسعار بس كماناش متحكمين فيهم الان قدرة انتعنا ممكن نتحكم ونتحكموا في تكاليف الإنتاج ونالجيري وماترس بارك ودو وفيما بدوديد ساكوتسكو ساكوتو ويطبعوا ويرح للصول إذن كما كنا نحكي قبل الدخول في الحسا ويش قلت لك قلت لك هناك دو كورن ماجر في الأكونامية الألجيري المضاربين الكورن المحافظين المصنعين والذين يريدون التصنيع للبلد تتتحكم إلى الألجيري ونبي اندوستوريال النفعية النفعية نحن نتحدث نحن نتحدث بلد نحن نتحدث الأكونامية الترافير بارك دو كورن نحن نتحدث كان الأستاذ سيف الدين أعطانا أمثلة ساطعة عن أندونيزيا وعن ماليزيا وعن ما ماليزيا وحدها الناتج الخام تحثلت مئة مليار دولار خمس مرات ما داخلنا لهذه سنة في 2022 هذان يوش قاعدين ندوره السؤال المطروح هل الجزائر مؤهلات ومقومات لكي تؤدي الماليزيا وتركيا الو потенциال الالجيريان اتل ديسبونيبل عبت потенциال اعجيكم الماليزيتو الجواب اعطيك وكم مسير في الصناع وفي الأعمال على الأشغال الكبرى وفي الجامعات والله موجود الاستغلال الحالي للمكان الجزائرية الاقتصادية لا يتعدى أربعين خمسين في المئة حسن الظروف هذا الكلام ليس مني من المقطاع العام مسيرين في القطاع العام ومسيرين في القطاع الخاص كل قدراتنا المتوفرة في المكان الاقتصادية الوطنية الجزائرية لا يتعدى استغلالها لذا الاستغلال دونه الاندستوريال الاندستوريال استطلت في الماشين ايقونيك الجريان لا تقوم 50% حتى لا أكون 40% باشي الناس ما يتعلم إذن الاستغلال الأول اللي لازم ندروه وانا لو كنت في صف السلطة الحكومية لا كنت أصدرت أول أمر للطاقم الحكومي الجديد لا نطلب منكم إبداع نريد منكم فقط تنحية العرقين نحيو العرقين نحيو البروكاج نحي لي أنا كنت مشي في الطريق ونلقى الشعب اللي دودان نلقاه بارتو في 40 كم عندي 400 دودان ينتبه ماذا يجري 400 دودان تدمير السيارات المركبات ارد بالك واش قاعد تدير تقول لي حاجيات سوق للسيارات حنا قلنا حاجيات الوطن في حدود 300 مليون سيارة انت رح جي 200 ألف سيارة باش تلبي حاجيات 200 ألف عائلة شيء طيب لكن رح تقاملك وحنا حسبناها والأرقام ظهرت صحيحة قلنا لن تنزل تحت 250 مليون سنتيم للجزائر في حوالي 20 ألف دولار جزائري وبالتالي رح نصرف 20 مليون دولار باش البيوحاجيات ميتين ألف مركبات يا أخي غير وجأتو نظر متحكم على ميتين في مليون 20 مليون دولار أنا من جي بش ميتين ألف سيارة إن جي بالأقل تلس خاترات بلع خاترات رقم هذا نهندأ السوق انت محتاج مدخل تعلق دوان بالدنار انت محتاج مكتصرف هناك 2 façons de gagner de l'argent produire plus et dépenser moins dépenser moins 10 دولار نحن رأينا حابين باش ما تخرج ليش دولار تخرج لي 2 مليار دولار بجيبلي 20 ألف سيارة هك ما فكيتش روحك هك عندك حاجية تعثل تملاقي ناس محمد تورك رايح غيروا المنظومات وهنا المجهز نصيحتي لسيد وزير صناعة سيد علي عون وهو صديقي ويعرفوني جيد وعرف واشتغلنا مع بعض أقول له سيدي وزير الصناعة الجديد سيد علي عون حرر الصناعة حرر رزارة الصناعة حرر الصناعة من النزار الصناعة روح الإبداع ورح المبادرة أولا الإبداع المطلوب هو في فك العلاقيل تفكيك منظومة خالي نسميها باسمها الحقيقي منظومة البلوكاج للسيستام دو فريناج للسيستام دوطوبلوكاج اللي رامدينينا تقريب الغدر منه تقريب هذا الرئيس سلطة العمومية يا الأخي هي السلطة العمومية يقولك يخويركم بلوكي للماشين انتاعي الشعب عطاله مونده بش يحل الماشين هذي دونك أنا نصيحتي للتاقم الحكومي خاصة التاقم الاقتصادي في التجارة في المالية في الصناعة نصيحتي لك ما ينوجد ديفرويهو للسيستام أنتم لستم مطالبين بلا غران دينوفاشن بوليتي أونو دمان جوشت ديفرويه سيستام كي تنتين بلوكي للماشين الجريان ربما عطفا على كلام دكتور جلول السلامة أستاذ سيفدين قداش الحكومة الحالية لو نشوفه الوضع الداخلي اللي جاي فيه هناك هدنة اجتماعية يعني الشعب رأو صابر حد الآن الشعب رأو صابر يعني بالرغم من الغالة وقداش شعب صابر هدنة سياسية يعني الأحزاب والبرلمان كله رأمها الطريق للحكومة وهناك دعم سياسي من رئيس الجمهورية ومن سلطات العموية على سلطات العموية والأهم من هذا كي المال يوم الحمد لله حتى الإعلام يعني كل ظروف خمسة ظروف مهيئة باش تعمل يكفي هذا الشيء ولوش نلازم زيده نعطه الحكومة هذه ويجب أن نفكر بشكل عميق وفق مخطط استراتيجي واضح للمعالم ووفق أهداف ووفق قياس الأداء يجب أن نراقب أنفسنا ونحاسب أنفسنا سواء بالنسبة خاصة بالنسبة للوزراء وزراء التقنية المتعلقة بعيش الجزائريين أو بكرامة الجزائريين اليوم يجب أن نعمل لتحقيق الكرامة الحياتية بالنسبة للشعب الجزائري من خلال ديناميكية هذا لا يتوقف على وزير أو وزيرين أو ثلاثة لا يتوقف على فريق عمل وفريق يجب أن يتحلى بالديناميكية اللازمة الرئيس تكلم عن السرعة القصوى تكلم عن هناك عرقيل تكلم عن عرقلة بشكله بآخر مثلاً على الرقمنة لما نتكلم عن رقمنة الضرائب أو الجمارك أو مديرية أملاك الدولة وكذا هذا أمر استراتيجي اليوم يجب أن نعرف المعطيات لا يبقى أو لا تبقى معطيات الدولة تقريبية الأمم المتقدمة تعرف تماماً ما دخيلها وما خارجها وما تنفقه وبالتالي يجب أن نتحكم في تقنية تسير يجب أن تمضي السلطات العمومية بطريقة ديناميكية الأمر الأهم أنا ما لاحظته وأوجه به أيضاً تحية لسيد وزير الصناعة والإنتاج للصيدة لن يعون هو رجل صرامة ورجل وضوح ونتمنى من جميع القطاعات أن تحذو حذوه في صيدة المؤخراً المدراء المتقاعسين حتى لا أقول فاشلين والمدراء الذين لا يحركون ديناميكية العمل المسنود إليهم والذين يتقاضون عليه أجراء والذين يتحملون المسؤولية الأخلاقية قبل أن تسخل قانونية بإزائه يجب أن نتعامل تماماً مع هؤلاء البرقراطيين وهؤلاء الذين يوقفون المصالح العمومية بالصرامة اللازمة هناك أمران يهددين مصار أي بلد هو الفساد الذي يتسبب في تقرير المنظومة الاقتصادية للبلاد والمنظومة الاجتماعية للمجتمع وأيضاً التعطيل هناك من يعطل ويتسبب في تعطيل المصالح العمومية هذا لا يقل فساداً عن الفسادين هذا لا يقل على فساداً عن الفسادين وأنا أطلب وأنا أرجو من السلطات العليا وأدعو إلى ضرورة مراجعة قانون الوظيفة العمومية أنا تمنيت بعد إضافة بند المقاول الذاتي أن يتخذ أو تتخذ إجراءات صارمة كما تكلم السيد رئي الجمهورية على الموظفين لخطوط الجوية الذين طالبوا مواطنين بالذهاب للشكوى للسلطات العليا يعني يجب أن نضع الموظفين العموميين تحت سلطة وسطوة القانون ويجب أن تأخذ شكاوي المواطنين ضد المسؤولين المتقعسين أو المعطلين بدون أسباب موضوعية للمحاكمة الإدارية ويجب أن يتحملوا مسؤوليتهم الخلقية والقانونية أمام سلطة القانون البلد لا يمكن أن يتقدم بهذه الدهنيات البلد لا يمكن أن يتقدم بهؤلاء السوسة المتسوسة الموجودة في الإدارات العمومية والمصالح العمومية الجزائر حاجة إلى مجاهدين مخلصين مدافعين على المصالح الاستراتيجية للبلاد ليك وانيو في سنغافورة مثلا في كتابه سنغافورة من العالم الثالث إلى العالم الأول تكلم يمكن أن تجد كتابا كيف تصنع محركا وكيف تبني بيتا ولكنني لم أجد كتابا كيف تبني دولة وتكلم عن الفساد وتكلم عن البريقراطية قال بأن رجال أو قادة الدول العالم الثالث بعد التحرر تورطوا في الفساد وهو ما أخذت منه العبرة سنغافورة والسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم نحن نفتخر بشكل أو بآخر بأننا أكثر من ثلث سنوات لم نشهد قضية فساد سياسي أقول فساد سياسي بالنسبة لإطارات الدولة هناك مدرع حصدتهم الآلة القانونية نتيجة تحقيقات الفساد مثل مجمع إميطال هذا نحييه نثمنه اليوم هيبة الدولة سلطة الدولة تأخذ مجره وهناك رجال حارسون على المصالح ونتمنى أن تستمر في جميع المؤسسات العمومية والمؤسسات والقطاعات الاستراتيجية لأن هذا الأمر خطير وخطير جدا على مستقبل الدولة شو أخي سيف الدولة تسمح لي بلك أعقب على كلامك رئيس الجمهورية أو رئاسة الجمهورية حتى لا أشخص مؤسسة رئاسة الجمهورية هي التي تنطق باسم الشعب إرادة الشعب تتمثل في رئاسة الجمهورية طبعا رئاسة البرلمان وطبعا رئاسة مجلس الأمة دعني أقول رئاسة الجمهورية أن السلطة التنفيذية مباشرة لصنع الفعل الاقتصادي في الجزائر وأنا لست سياسي ولا أريد أن أكون ذلك في الفعل السياسي الرئيس ليس مطالب أن يكون فيلسوفا لكن الجماعة المحيطة بالرئيس مطالبة أن تصنع فكر فلسفي سياسي لبلورة المنظومة الاقتصادية التي ناتق بها رئيس الجمهورية ممثلا للأمة رئيس الجمهورية منذ ما جئه إلى سدة الحكم في الجزائر استعمل ثلاث مبادع إلا أنني لم ألاحظ في محيطه وحتى في الإعلام وحتى نحن ربما لم يطلب من ذلك لم نقوم به ثلاث مبادع استعملهم دائما لكن لم تتبالور فلسفة علام مبادع التعاهد أولا جاء بالتعاهدات لابدع التعاهد لابدع التعاهد لابدع التعاهد لا يمكن أن تغير منظور ما لديه التعاهد كي دي تعاهد دي طرفين متوازين وواجبات و كمان ديغاز ديزوبليغاسين بالنسبة وشي قصد اللم الشمل وقرخنا لفند ربما هو ما كانت لاشي الفرصة باش يوضحنا أكثر كنا ربما نبنو عليها فلسفة سياسية توجه الاقتصاد لما شمل سا بذيور سا بذيور سا بذيور سا بذيوريشون دي كونفلي لارفان حبسلي لارفان بين القطاعات ليملي الوزارات اللي راي كل واحد ويشبدلي في جيها حل القطاع الخاص مدخل مليش في بعضهم بعد يشبدلي القطاع الخاص علش تحارب لإينا القطاع الخاص وين كنت شفت فلافار أنا شخصيين قلتها عندكم في الإعلام في طروة في ان سمبل بافيون لقيت شفر دافير دي مليار دو دولار كيفش تعدك في بافيون بريفي ما فيش ما بخمسين شركة عندك شفر دافير دي مليار دو دولار ونت قاعد تحكي لي حكاية واحدة أخرى روح للاقتصاد الحقيقي روح للاشارع كيفشنا نقوله الاقتصاد سمحني بركة أستاذ يوسف هذا هذا الثالث ما بدأ والله لو كان أنا كنت أتمنى أن تكون لجزائر سقور السياسة الاقتصادية تجي في مرحلة وتجي سخور أخرى يا أخويا كيف تغير هذه سنة الحياة سنة الحياة موش عيب تشوف باركزمبل زي كيب أمريكان كيفاش يجو سقور البيت الأبيض كان محتاجين سقور سياسة اقتصادية السيد راه عبر على همق الشارع الجزائري قالك تعهدات قالك لما شمل قالك الإقلاع على الشعب يقولوا دي كولي يا أخويا دي كولي الإيقانومية نتاعي لذلك الإيكاب الإيجاب الإيكاب يجب أن يجب أن تقوم بها تريلوجيا يجب أن تتعلم في الفيلوزوفي وكما قلت التاقم الحكومي حاليا مطالبين بالإقلاع مطالبين بالمشمل ومطالبين با أكد جسد با كونتر اقتصادية قالك أخويا يخدمني بتاعهدات بتخدمليش بالإرتجالية ومشي البرلمات وضح دكتور تعليق في أقل من 30 ثانية أنا أقول أستاذ بأن القطاع الخاص قطاع استراتيجي ومهم جدا النهضة فيتنام اليوم بعد رماد الحرب التي عاشتها راجعة للقطاع الخاص فيتنام تصدر أكثر من 120 مليار دولار أمريكي من قطاع التكنولوجيا فيتنام ناتجها الإجمالي مؤشراتها التقنية من ناحية الطاقة أو غيره هي دولة في مراتب أخيرة مقارنة بالجزائر ولكنها تصدر أكثر من 330 مليار دولار أمريكي وناتجها الإجمال يتجاوز 300 دولار أمريكي لكن فقط أنا أدعو السلطات العليا إلى وضع لجان تفكير وإلى الاستناد إلى معاهد الدراسات وإلى السماع إلى أصوات الخبراء الاستراتيجيين الذين يعطون دراسات مؤكدة من خلال بحوث وفي الأخير يعني نجامي دروطار إن شاء الله نازال كاين الوقت سيسي فتنين قداش شكرك على حضرك معنا اليوم شكر لكم دكتور جلوش أيضا شكرك على حضرك بصراحتك شكر على وجه أما أنا مشاهدين في نمي بقالي نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء ألقاكم السبوع القادم إلى اللقاء